المصري خسل مروان حمدي؟ أكيد طبعا مروان كويس بس الطريقة للمروان طلع بيها من النادي المصري طبعا غير مقبولة يعني خلينا وقاعين هو أخطأ خطأ كبير جدا في الجمهور واللقطة الشهيرة اللي حصل بشين فيعتذر ويكمل؟ هو كان لازم يعتذره على فكرة أنا أقدر حوار ما بيني وما بين مروان ودي على فكرة أول مرة أقولها يعني مروان من الشخصيات المهزبة جدا والمحترمة جدا بس أنا استغربت في عدم رده وعدم اعتذره للنادي المصري ففجأت برد أنه هو قال لي يعني ما فيش حد وجهه لده ودي سقطة كبيرة جدا أو هو على الأهل اللي خالص كان لازم يطلع يبادر بالأمر ده فأنا كان عندي حتة جاب في الأمر ده أنا حاجة مش مفهومة بالنسبالي لأن ده لعيب كبير ولعيب منتخب وخلي بالك الموقف ده حصل في فترة كانت صعبة جدا أنه ما قدرش أنه كان يلتحك بمنتخب مصر وأثرت على مشواره بشكل كبير جدا فأنا يمكن لما اتكلمت معاه الولد محترم وحاجة محترمة جدا يعني ما يطلعش منه حاجة زي كده بس قال لي أنا غلط قلتلك كنتي لازم تطلع تقول تعتذل لجمهور النادي المصري وتبادر بالأمر ده حتى لو ما فيش أي توهجيهات من الجهاز الفني أو الإدارة أنك يتلازم يطلع يعتذر بشكل سريع زي ما على فكرة ناس كتير قوي حصل معاها الكلام ده وناس كتير في الزمالك حصل معا أنه طلعت وأخطأت وطلعت قالت للجمهور معلش أنا ما كنت شأصد الكلام ده وعندنا جمهور جميلة يا كريم بيستوعب الأمر ده فأنا شايف أن مروان يعني خطأ كبير وهو يعني كان لازم يعتذره مع مالش كان لازم يعتذر مع مالش وأعتقد برضو انتقاله للبيرامدزة إن شاء الله يعني مروان من اللعبة المميزة اللي تقدر إن شاء الله في فترة من الفترات ترجع اسمها وكيانها بشكل سبيل